لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك جديد الرياضية المغربية أولا بأول تتمينا لمجهوداته واعتراف بالإنجاز الذي حققه في طوفي الكاميرون والبنين منحت الجامعة الملكية المغربية للدراجات تحفيزات مالية للفريق الوطني يوم أمس السبت قبل انطلاق آخر سباقات بطولة المغرب لسباق الدراجات على الطريق يومه الأحد وحافظ ابن مدينة مراكوش أشرف الدغم على اللقب فائزا ببطولة المغرب فئة الكبار لسنة 2023 في السباق الذي انطلق من مدينة إفرهن مرورا بمدينتي الحاجب وأزرو ووصولا إلى إفرهن عبر مسافة 169 كم محققا أربع ساعات 11 دقيقة و29 ثانية وعاد المركز الثاني لابن مدينة خريبقى عادل العرباوي فيما آل المركز الثالث للبطل محسن الكوراجي ابن مدينة الدار البيضاء الحمد لله حافظ على اللقب بطولة المغرب 2023 حافظ عليه استطعت الفوز بسرعانية إياه في السباق اللي كانت المسافة ديالو 176 كورومتر استطعت الفوز بسرعانية إياه مع دراجين من الفارق أخرى بتنشكر الجميع على الحضرة ديالو في هذا الملتق الكبير كانان ديبار يعني بالنسبة للكبار فاق 170 سباق يعني أكثر من 55 نادي لشركات من جميع نحاء المغرب والشبان أكثر من 40 سباق تهم اللي كانوا اليوم السباق كان جد قوي لأنه المسافة كانت طويلة مسافة 170 كم بالنسبة للكبار و90 كم بالنسبة لشبان مسافة كنت تعرفوا الجميع أنه المدار ديال المدينة من إفران الحاج مرورا بأزرع فكل يعني فيه جبل كثيرة فيه مسافة طويلة والحرارة اللي كانت اليوم زائد الحرارة زائد المنافسة القوية اللي كانت من الأبطال السباق على الطريق الخاص بفئة أقل من 23 سنة واتقى اسم نصر الدين المعتوقي بطلا للمغرب لسنة 2023 الأخير قطع مسافة 169 كم في ضرف أربع ساعات 24 دقيقة و42 تانية وبالنسبة للسباق على الطريق الخاص بفئة الشبان فاللقاب عاد لابن مدينة آسفي أشرف الكريمي الذي قطع المطاف البالغ مسافته 87 كم في ضرف ساعتين 14 دقيقة و36 تانية متفوقا على ثلاثين من أجود الدراجين صعب الفوز أقام 23 سنة اللي كان فوز صعيب وكانوا صباقين ومقوين والحمد لله ما ظهر صعيب بزاف وكانوا فيه رياح قوية وكانت فيها صعود كثير اللي الحمد لله أنا كانت ميز بالصعود والحمد لله يعني فرحان بزاف بعد الفوز قالت الشي ما جايش بالساهل بعد التدريبات طويلة اللي كانت على السانة كاملة وحنا كان نترينيه باش نجزوه باش نديروا هاد اللقاب هاداللي مشي بالساهل وكان المدار كان زوين وتنظيم كان جدا مناسب في محله أسدل السيطار عن منافسات بطولة المغرب لسباق الدراجات على الطريق وأمل الدراجين المشاركين في الاستحقاقات المقبلة تحقيق نتائج جيدة والبداية ستكون من الجزائر خلال الألعاب العربية ثم الألعاب الفرنكوفونية بكينشاسا وأخيرا بطولة العالم المجمعة بسكوتلندا